ابن خزيمة هو محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي الإمام الحافظ الفقيه الشافعي صاحب الصحيح وكتاب التوحيد عني منذ صغره بالحديث والفقه حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان وسئل من أين أوتيت العلم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له وإني لما شربت سألت الله علما نافعا توفي رحمه الله سنة 11 و300 من الهجرة